الأخوة السنة الحاضرين قد يكونوا كانت تقريبا 72 أو 73 منهم مراحوا باتجاه 22 واحد؟ لا لا أكثر من 50 واحد أنطوش إلى المقرية أكثر من 50 واحد يعني معناتها عزم؟ لم يجب سالم ومحمود؟ لا يعني يقول سالم ومحمود جابوا محمود أخذ قسم الأصوات من دولة القانون وصادقون وقسم من صادقون وقسم من بعض الأخوة النواب اللي إذها علاقات مع الجديد علاقات شخصية وبعض يمكن الأخوة في شفت علاقات ببابليون أفضل الأخوة فيه إحنا ما انطينا ولا صوت محمود أخذ أنت سنتيتني 50 50 خليق سني المية منين المية منين المية الحكمة أنطو والحكمة إشقال عددهم بالبرنام 11 11 قسم من سنة حسب معلوماتي أنطو أبدر أنطوهم حرية الاختيار أغلبهم ذهبوا ويا خيار شعر العالم لا أقلش كلهم حتى أكون مع منصف الاتحاد الوطني كانوا مخيرين أغلبهم أيضا ذهبوا يا شلان الكريم هاي مو مخيرين وقسم منهم من طول أستاذ محمود وحتى قسم منهم شخصين من طول أستاذ سالم وقد يكون عدد واحد اثنين أو ثلاثة ومثلون طعش واحد بعضهم أنت هاي الأرقام أنت أكون نواب هذولا ما منتمين لأي جهة هؤلاء نواب هم يجون لا أدهم كتل سياسي ولا شي إنت يا سيدة تجين تحسبين إحنا من دخلنا البرلمان كان عددنا مئتين وستين بدأنا جلسة مئتين وستين ومئتين وستين ما أذكر بالضبط الرقم هي بعد عدنا إرادة وامتداد وحكم إرادة وامتداد إضافة للحكمة أمتداد أنا أقوليش امتداد خمسة أو خمسة أنطول وعامر عبدالجبار خمسة أنطول عامر عبدالجبار أنا أعرف أستاذ علاء وعامر عبدالجبار التفقى والأصوات اللي يأخذها عامر عبدالجبار على الأغلب ما كانت جماعة علاءة الركاب هسا كلهم وثلاثة منهم أنا متأكد منها معلومة وعامر عبدالجبار نفسه فهذه الأصوات اللي إجت هذه أصوات من كتل مختلفة ما حد يقدر يقول لك من هاي الكتلة أو هاي الكتلة عين لي الترتيب بشون رح يصير الواقع منها لل72 ساعة اللي تحدث عنها سيد رعاة الواقع الواقع الإطار التنسيقه سيعيد ترتيب حساباته وسيتجه اتجاه آخر أنا هاي وجهة المظهر أي اتجاه سيبتعد عن اتجاه شعلان الكريم شعلان الكريم بعد جلسة أمس اللي كان لو عقدت لأصبح رئيس مجلس النواب بنسبة 99.9 بالعشر كان أصبح أمر واقع ما بيها مجال يعني لو عقدت وآني قلت لهم إذا ما عقدت الجلسة سيبت شعلان الكريم لن يصبح رئيس مجلس النواب أنا هسا وجهة نظري يعني مو إذا أقل لي شهة نظر الديموقراطي وجهة نظري وفق موطيات وواقع سياسي بأنه شعلان الكريم لن يصبح رئيسا لمجلس النواب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر